من الناس اللي أنا مفتقدها جدا 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 في الوسط الفني وعلى الساحة الفنية هو الفنان الكبير محمود عبدالعزيز الساحر أو الفنان الشامل زي ما بنقول يا بسانت والحقيقة أنا كان نفسي أشوف في التقرير اللي اتعرض من شوية بوكرتون ما حيب بوكرتون أول أو يعني هو من أوسم وأكتر موهبة ويعني من أحسن فعلا نجوم جيله عمل يعني أدوار ما حدش قدر ينساها علمت في أزهان المشاهدين رأفة الهجان الساحر عبدالملك زرزور الشيخ حسني عظيم فعلا عنده أدوار كده ما نقدرش أن احنا نتخطاها ولا ننساها وكل فعلا ما بنفتح أنا أنا شخصيا كل ما أفتح تلفزيون ولا إله أي حاجة حتى لو قديمة أوي بطر متفرج عليه منوع صحيح عنده كريزمة رهيبة أنه شد المشاهدين وتمثيله السهل الممتنع يعني ما تحسش أنه بيمثل بعيش الشخصية جدا أنت مصدقه جدا واحد من أهم وأبرز نجوم السينما والفن المصري والعربي طبعا بدايته كانت فيلم الحفيد بعدها انطلق كنجم كبير جدا وبطل لأهم الأعمال في السينما والدراما التلفزيونية بذكرى ميلاد الساحر خلونا نشوف هذا التقرير تحل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود عبد العزيز الذي ولد في الرابع من يونيو عام 1946 ويعتبر من أبرز نجوم السينما والفن المصري صعد نجمه في فترة السبعينيات وهي تلك الفترة التي ازهرت فيها السينما المصرية واستحق أن يلقب بالساحر بعد أن استطاع أن يسحر قلوب الجمهور في رأفة الهجان ويعبر عن أحزانهم في نكسة سبع وستين وفرحتهم في نصر ثلاثة وسبعين وسحر المصرين أيضا في شخصية عبد المالك زرزور في فيلم إبراهيم الأبيض أنا حياتك تاني غشيم زيك تاني روحك تلعت من ياما تكلم وظهر سحر محمود عبد العزيز بشخصيته وروحه الخفيفة أروع ما يكون في دور الشيخ حسني في فيلم الكتكات عندما جسد شخصية الكفيف الذي انطفأ نور بصره وعاش كفيفا برضو الشيطان صحاني لقيت قدامي أحلى منظر شفته في حياتي كلها تفتكروا شفتي إيه؟ الأمر؟ لا الأمر ده أنا شفت كتير قبل كده أرحمك ولد الفنان محمود عبد العزيز في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية لأسرة متوسطة الحل وتخرج من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية وحصل على درجة البكاليوس من كلية الزراعة ثم درجة الماجستير في تربية النحل بدأ مشواره الفني من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة ثم بدأت حياته الفنية خلال السبعينيات حين رشحه المخرج نور الدمرداش لدور في مسلسل الدوامة مع الفنان الكبير محمود ياسين والفنان نيلي كانت بداية الفنان محمود عبد العزيز السينمائي عام 1974 في فيلم الحفيد الذي يعد واحداً من روائع السينما المصرية تنوعت أفلام الفنان محمود عبد العزيز ما بين الرومانسية والكوميديا والواقعية كما قدم عدداً من المسلسلات التي تركت بصمة مميزة من أبرزها رأفة الهجان وجبل الحلال حصل محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية رحل عن عالمنا الساحر محمود عبد العزيز بعد صراعاً مع المرض في الثاني عشر من نوفمبر عام 2016 عن عمر الناهز السبعين عام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر